أكد نايب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله أن قرار المحكمة الاتحادية في قانون التعديل الثالث لانتخابات البرلمان سيكون لصالح حزبه فيما أكد أن الحزب مع إلغاء أي صندوق يثبت فيه تزوير بشرط أن يكون التدقيق عبر مفوضية الانتخابات ولفت عبدالله إلى أن مجلس النواب خرق القانون والدستور بالغاء آلاف الأصوات للبيشمرقة والنزحين فكيف يتم مصادرة حرية التعبير والرأي في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر